بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبدالله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع حلصات خمسين كتاب الرياضيات للصف الرابع الابتدائي يقول لي سمي كل من المضلعات الآتية الشكل الأول مستطيل الشكل الثاني مثلث الشكل الثالث الشكل السوداش أول واحد الواثناشر مستطيل ثلاثتاشر مثلث اربعتاشر شكل السوداش بعدين بيقول لي أي الأشكال الآتية تمثل المضلع المضلع لازم يكون كله خطوط مستقيم لا يكون فيه أي جزء منحني فرقم خمستاشر صح مضلع طبعا هنا فيه جزء منحني يبقى دلع غلط سبعتاشر صح تمنتاشر غلط لان فيه جزء منحني شايفين هنا في تسعتاشر عندي جزء منحني شايفين دلع غلط بقى منحني مش مضبوط كمان الألم اللي هلا ده فيه جزء دائره تمام وبرضو هنا الخط ده ما هو مضبوط تمام علشان كده ما هنقولش مضلع والقرة طبعا زي ما احنا شايفين انها دائرية اذا ليست مضلع يبقى المضلع عندي 17 و 15 تمام كده سهلا خلصناها بسرعة وما طولناش وننزل للتاح بس كده دول بقول المساعدة دول ما عليش يسمعوني هنا بيقول لي ايه سمي المضلعيني من المضلعات الظاهرة على كل مجسم طيب عندي هنا مسلس ومستطيل هنا مسلس او وعندنا ايه مستطيل نروح الناحية التانية مرضو فيه مسلس و مربع و ايه كمان غير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست وشكل السوداس دول موجودين هنا فيه كمان شكل خمس كمان او شكل خمس بزيادة شوي يعني ايه كل دول موجودين على الطيارة استعملت فكرة تكرار رسمه والمضلعات سم اي شكلين او مضلعين تم تكرار رسمهما هنا في عندي مستطيل ومسلس او مستطيل ومسلس دول اتقرروا دول هنا ايه مسم هر رسم الشمس الظاهرة في هذه اللوحة يمثل مضلع او لا لانه دائري لازم المضلع يكون خطوط مستطيل تم المضلع اكثر ظهورا في اللوحة مستطيل 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 اكثر شيء هو المستطيل اكثر شيء على طول هنا على طول على طول مستطيلات المضلع ومستطيل مستطيل المضلع مستطيل مستطيل علينا باللايك والدعاء والاشتراك قلنا علي قائمة من الصف الأول حتى السادس كل قائمة في هذه المادة لغتي علوم درسات إسلامية رياضيات